موسيقى 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 لا تتكلم انا روح قلبي لمجدرة مع البصر بسم الله الرحمن الرحيم فقلت ليه شو صار معك؟ شو بدي؟ خليه؟ وش لهم بدي شوفو يعني؟ المنظوم علية رايتو بعد ما صار رئيس الجمعية فلاحية وأبيرضاش القابل مخلوق ان يخلاق إلا بموعيد مسبق بس انت خيو والمفروض ما يكونش بيناتكم موعيد رسمية هيك المفروض بس خلي الأفندي عامل لحاله صاولي ودولي ومش هيف حد انقدامه لخايه ولميه كأني أنا حرف سيقيت وبيصحي مني الأفندي فشرت عيونه وليش لحتى يستحي فيه انت فلاح وهو فلاح بقى شو الفرق بيناتكم؟ الفرق انه هو قوي وغني وقدمته مسموعة وأني فقير وضعيف وحقوقي مبلوعة يعني أرض كل الناس بيعافوا انها إلك بقى ليش؟ هلق شو بنى بالماضي يا أم مياذة؟ خلاص يلي راح راح وأبناش نقلب بنواجع صدقيني يا أم مياذة اني مش زعلان عشان الأرض يلي مقدرتش حصلها منه اني زعلان ومقهور لاني مش عم بقدر صلح قطعة هالأرض الصغيري البقياني عنا طول بالك بيت يش يبينحل؟ ع القليل مشان صحتك مش بيهدي يا مياذة مش بيهدي الواحد لازم يحسب حساب لأنه الزمن ملوش أمان ملوش أمان غبطار يعني معروفي يوم بيخليك يفاوق ويوم بيخليك يتحت معروفي مياذة؟ طيب أنا عندي رأي هاتي لأشوف ليش ما بترهن البيت حتى هص هص لا جيبيش هسيري على لسينك بتيتان قال ارهن البيت قال عال والله هذلي كان نقصني حتى تقبل معي أخ خير يا بوميالا لا 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 أفشي أبدا أعطيني كاسة مية الله يرضى عليكي روجي روجي يعني أنا مش حارق قلبي إلا هالكلم الطويل العريض اللي مطلع منه والعشرين صحاية عنيب الله وكلكم يا جماعة الله وكلكم حق السماد اللي دفعته للدواني ما جبتك يعني أرضي أنظم إقاسما بالله شجرة التفاح يلي كانت تجيب بموسمها أربعمائة كيلو هلق بهذا الموسم ما جابت عشرين كيلو هسا بدنا نظل نحكي بها القصة أمر الله حصل الموسم مضلوب والكرم معطوب بس الرزق من عند رب العالمين بعد اسمه مكتوب والنعمة بالله ما نقولش لا بس كيف ندبر أمورنا؟ كيف ننوفي ديولنا؟ أنا من جهتي نويت بيع أرضي وإلا قسما بالله بسفة رابعني وعيالي على عيني بس مين بده يشتري منا؟ يعني في غير خليل؟ قولتك هذا بتفرقش معه لا إذا انضرب الموسم ولا إذا الأرض بارد المال مكدس فوق قلبه تكديس وكله من استغلال الناس طبعاً هيا يا أبو ميادة خيه من أمه وبيه ومع ذلك ما وفروش حتى الأرض اللي خلفلو ياها بيه سطالو عليها الله يسامحا شو بنا نعمل معه يعني؟ ذمته واسعة يصطفل منه لربه هات شاي يا أبو محذب وشو صار مع بي بعدين؟ بخصوص شو؟ بخصوص لك مئة ألف ليرة مشان يصلح فيهم الأرض والله يا بنتي بعد ما نضرب الموسم بقيش حدا معه مصاري والفلاحين كلهم عم يبيعوا أراضيهم حتى يعيشوا بقى منين بده يتدين المسكين يعني معقولي أفش حدا بالضيعة معه مصاري؟ فيه بس قلال مثل مين يعني؟ مثل أبو دعاسم ساد الأراضي وأبو سعيدي الدكنجي طي وما يروح لعنده يتدين منه؟ بيه حقاني والناس بحبوه هذول الناس بخافوش الله وشروطهم قاسية وبيمصوا دم البني آدم مثل العلق الله لا يشبعهم يعني مراحش لعند حدا راح بس ما مشي لحد طيب أنا عندي فكرة شو هي؟ السبيي بيحطاش واطل عم خني مش هيك؟ هيك طيب خليني يروح لعنده بلكي بقنع بشو بدك تقنعني؟ بلكي بدييننا شي أربعمئة ألف ليرة منو رتبح بحمئة ألف ليرة ومنو ما نصلح الأرض؟ إلهي صلحه رقبته طيب بلكي بيحن علينا؟ شلون بالضيحن؟ الأرض اللي خلفها جدك لأبوكي لهفويا طيب خليني يجرب والله ما بعرف يا بنتي والمفروض إنه يقدر زيارتك إله وخاصة إنك بنت غيو وكان يحبك كثير وإنت صغيرة بس هالشي لما كان فقير ودرويش مثلنا أما إسه وبعد ما صار معه مصاري وصارت هالقطيعة بيننا وبينه بعرفش إذا كان باستقبل طيب خليني يحاول لأني حاسي بوضع بي كثير وبعرف إنه هو عم بيكابرع حاله ومشان ما يضايقناش بهمه بس بخاف يا ميادة إذا إجا بيك وينك يا بنتي؟ أهلين بي أهلين يعطيك العيفة الله يعطي قلبك يا ستة ملا إنتي جبتلي كهريست اللاوزي اللي بيحبها قلبك تقبري عظامي قبره يسلمو دياتك بي ليش معذب حالك؟ أفيش عذاب عذابك راحة يتقبري إلي شاي؟ تقبشييني قبرش؟ شوين كنت؟ وين بدي يكون يعنا ؟ بالقهوي عمنطوق حنك مع المعترين المعذبون في الجنة آه هه أه هه أه ه تعرف يا ميادة! ميادة قالت لي شغلي أنا اقتنعت فيها بخصوص ش является قالت إنه حابت تروح لبيت عم حليل وتحكي معه شاهد quèت؟ تروح لبيت عم حليل اذا ماذا؟ كل إله إذا ما تروح لبيت عم الخليل إذا ما تروح لبيت عم الحليل disproportion يلا أمي يلا ما تروح لبيت عم حليل 他說 من الله إذا ما اذهب czę إذا، فهمت شيف الفكرة موسيقى مرحبا طبيب العمي جوا ايه جوا تفضلي ابي البستان فضلي أهلا وسهلا هنالجيلات كلهن هذول قطفن ها هاي وحشن كلهن مضيف تحت بيطها البطير كلن مضيفها يا غزوان بس تخلصوا وخوضنا باكابو ونجيب السمادات معك ايه مرحبا عمي أهلاً عمي ياداً أهلاً وسهلاً أهلاً فيك تأخذني شجيتك من الموعد ولو عمي أهلاً وسهلاً بين الحباب والقرابين فش موعد يا عمي الله يخليك يا عمي تفضل يا عمي تفضل شو بتشرب يا عمي؟ لا عمي بتشرب شي كتر خيرك شو؟ شايفك جاي لحالك وين بيك؟ بينا شغول شوي واني حافي يجي لعندك لحالك باش نبوي عمي قودي عمي قودي قودي عمي خير عمي في شي لا سمح الله يعني بلا طولة سيري ومختصر الحديث بيم الضايق كثير قر شو مضايقو؟ الأرض اللي عندو كلسية ومالحة وبده شغل وتصليح لحتى يرجع يزرعه وتدر عليه بصراحة بصراحة يعني خايف إذا أهمنا بضيع منو مت المضاعة الأولى النية شو قصدك؟ أبي قصد الشي بس يعني هلا قبل بس بسي إذا كان بيك بعثك مشان قصة الأرض الأولانية اللي فاكر بعقله صغير انه بي ورثله إياها فهذا الموضوع انتهى من زمان عمي كيف انتهى يعني؟ طبعا انتهى لك يا عمي مثل ما لك شايفة الأرض هاي امتداد لأرضي وبي الله يرحم ويحسن إليه أعطى كلام شفاه لبيك بخصوص هذه الأرض فقام بيك بعقله صغير قربط بها الأرض بدي ورجليه وبيك للأمانة ممعوش طابوا بها الأرض وانا لما قدمت للدولة إثباتات وتحقيقات وشهود ما كانون سجلوا لها أرض باسمي ما ضبوطوا للاولك يا عمي يعني يا عمي انت زلمي واصل وبتقدر تعمل يلي بالدكية والعالم كله بتصدخك طيب وبيه زلمي ميادة أبي اسواج تحكي مع عمك بها الطريقة هاي أحسن ما أزعل منك ها ألزم حدودك وعرفي شو عم تحكي انت لساعتك صغير يا عمي وبتفهميش بها المسائل هاي أبداً بس يا عمي بي واقع بضيقة كبيرة وصفيانة الحديدة يعني ومثل ما بتعرف نفسه عفيفي وملوك بلا عفيفي بلا شريفة أصلا عايب عليه يبعثك لإلك هو يقاع بالبيت مثل النسوان هو مبعثنيش أنا جيت هيك من حالي ولك قصة باللف ودوران قوليلي شو بدك من هالزيارة وريحيلي قلبي بديش شي يا عمي كثر خيرك ولك يا عمي قودي ولك قودي عليتيني قلبي قودي وحكيلي شو بدك وبوقي هالبحثة اللي بتمك عاد هو العمي لشيك عم تحكي معي وكأني عدوتك ولا غريبة عنك عمي ميادة تركيلي العواطف على جم واسمعيش وراح قلك إسه عمي أنا إنسان عملي وراح أعرض عليك عرض لو كان صارح لجدني ما كانش مات شو هوي؟ أنا من رأيي بدل أبوك ما يدين بصاري مشان يصلح عرضه لا بيئة حسله وبلالة وجعتها الرأس وأنا مستعدة عمي اشتريها منه واتفعله حقه كيش وعلى دوز بارة انت بتعرف يا عمي العالم الفلسطة ليهم وفيش حدا مع مصاري يشتري من حدا الناس مات لهوا بالملعقة يعني وانا لو ما كان بيك خييي والظفر بتطلعش من اللحمه لك يا عمي ما كنتش شتريتها منه بصراحة يعني يعني إذا كان بيك خيك وبتحبه وقلبك عليه بصحيح دينوا هالمصريات خلي يصلح فيهم الارض بل كي بتصير مصدر رزقنا لأنه نحنا من نقدرش نستغني على الارض لا والله يا عمي ما حزرت منه اصلا انا اذا نويت انه دينوا لبيك فبدو ردلي المبلغ مضعف وانا بظن يعني انه بيك مش قدها الحمل يعني يا عمدك تاخد منه فاير سمين مثل ما بدك بس المطار يا عمي بدو يتساهل صح يعني ما عندكش غير هالحكي لا والله يا عمي فش هذا الموجود ايه تواخدناش عمي ضيعنا لك وقدر ايه تواخدناش عمي ضيعنا لك وقدر هاي قلل مياذا بدو يشتري الارض قول بدو يلعفها بدو يسرقها مثل ما سرق الاولانية مش يشتريها هذا هو خليل من يوم يومه دقي الماي بتبقى ماي اصلا اني ما كنتش بدي هزيارة التم من عين اصلها معلش يا بوميادة معلش من ورا هزيارة عرفنا كيف يفكر ماشي الحال ماشي الحال يا غليل اني بعرف شلون اتعامل معك من هلق ورايح اخ اخ شبك يا بوميادة فيشي لا لا سلامتك ما فيشي موسيقى قل لي شو واقف ناطير انا ناطير و ايلي خاطير قل لي شو واقف ناطير انا ناطير و ايلي خاطير انا نطول ولا راح تنام هناك لا اطولش برجع المغربيات بدكي مش ايه؟ لا ابدا سلامك الله يسلمك بي دير بالك ع حالك و كون ع الطريقة و مش انصحتك لك ارستين وحدي بلماني و وحدي بزعتك يسلم هديات يا حبيبتي يخلي لي يكي يلا بخاطرك الله معك الله يسلمك سبحان من سخر لنا هذا و ما كنا له مقرنين هي دي جو واقف ناطير انا ناطير و ايلي خاطير انا ناطير و ايلي خاطير هذا الحمار كيف ما بدي بنجي في صباح الخير والميادة صباح الخيرات يا أهلا هلوين يا مهون والله رايح على ضيعة عن كبوتة السلطان ايه بعيدة عليك تيه لا مش بعيدة ولا شي كله ساعتين زمان برتاح شوي بضيعة هذي شوي اسمه هذي خرادة البقار بعدين بكمل مشواري وشو بدك سايب عن كبوتة السلطان بدي زور مختار عن كبوتة السلطان صيح بكثير صار لي زمان ما شفتوش على العافي السلام عليكم وعليكم السلام اشلونك يا طريف اشلونه خيي من أمي وبايي الحمدلله عمي أبو مياذة داعي لك بالخير داعي لي بالخير لساتك هاثمو عم تشتغل عندو طبعا عمي أبو مياذة لش أنا إلي غيره لا ملوش غيره قال يا الله يهنيك فيه يا عمي أخي خلال هااهاهاها خلال كأني شايفك شايلك اليوم شو يعني حليت مشكلتك الحمدلله رب العالمين فرجها وزاد بعدي اسمه بعدي اسمه هالرب بيخطاعها من قرني بيوصلها من قرني السلام عليكم عليكم السلام يالله هذا الرحمة رحمة ايه عمان بس وين رايح عمي أبو ميادة؟ رايح لعن صاحبه مختار العنكبوت يالله السلام عليكم وعليكم السلام موسيقى اهه وشو راح يصاب عم مختار العنكبوتة؟ بعرفش يا سيدي بشفتلك ياه مبسوط كثير وقعدلك على احماره وبايده شنته صغيري وعن بيقول لأهل الضيعة انه ربي العالمين فرجها عليه اهه يعني قبلك راح يستقرض مصاري منه؟ علمي علمك يا سيدي اه بقليلك بعض؟ لا بديوش بيض بعد زبطي نفس الأرقيلة حر شو رأيك بها المسجلة يا مياذة؟ هاي باي بكثير بتجنن بتاخد العقل إلا مهيوبي هاضي هدية مني إليك حتى تسمعي فيها مياذة الحنوي والديانة حداد ونجوة كرام وروايد عطيي روايد عطيي بعد هذي سوبر سوبر ستار اسلموا ايديك بي اسلموا ايديك بس هاش معذب حالك؟ أكيد هاي غالي كثير لا أفيش شي بيغل عليك يا بدي ولما بيكون معي مصاري أبقصرش بشي وهي الله بعدي اسمه وكرمه فرجها علينا وساد بعد يعني تراب الأرض صار مثل الحنة وهي سمدناها وزرعناها وعين الله علينا وزاد معنا فلوس بعد بتكفينا للموسم الجاي إذا الله راد ربي الله يجزين كيف بختار العنكبوتة شو أنه زلمي أكابر وقلبه من الله لكن يا مياذة لكن الدنيا لساتها بخير والخلية تخربيت سبحان الله يا مياذة يعني أحيانا القريبة بيقرسك بزنة يفتون والغريب بيداويكي بعطفه ورحمته سبحان الله بقلوب البشر لايك بيجانا يا أم مياذة ولا شو جاي هذا العنة يخرب بيته مثل البوت أكيد جاي يشمشين علىف يا أمي أم مياذة هلا طريف إيش لهناك الحمدلله ذائلك بالخير خير إن شاء الله شايفك عم نجدد قافش بيتك إذا ماني غلطان أيو الله عم نجددو ربك كريم الحمدلله على نعمه ربك فرجها وزاد فضل عميله عصير يا أم مياذة لا 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 شكرا كثير عمي أبو مياذة مستعجل شوي بس يعني كنت مارق من هون قلت ما حلوي يمر وما سلمش علي إيه لك أنا انت ابن أصل يا طريف شكرا كثير عمي أبو مياذة على عافية إن شاء الله الله معك وقلبي دعيلك طالبته يسلم علي قال سلم على أخي خليل بايت واصل الله لا يسلم فيه ولا عظمة هو ومعلمه فضل فضل اشرب الشاي لشي تعي يا مياذة تعي نجرب لمسجلي وين الكتلاوج؟ تعي عادي حدي وين العرباء؟ هذا ما بعرفش أنوي لغة هذي شو هذي؟ وين عرباء؟ وينه؟ هذي هذي العرباء هذي نظام التشغيل ضع القابس غير المتوفر مع الآلي بالمقبس المتوفر قرب المخرج الرئيسي لمدخل زر السماعة الأحادية الصوت ثم اضغط اضغط المقبس شو هذي عربي اللي عم بقرأ ولا إيراني؟ إسا أنت بتعرف تقرأ إيراني شي هذا عربي أكيد عربي؟ أه طيب شو هذي القابس؟ شو بعرفني؟ والمقبس؟ أجل ما بعرفوش؟ أصبح غشن البيع أفيش كلام لازم نرجع هذي الآلي مثل ما عمقلك يا سيدي عم يجدد بيته كله وجاي بفرش جديده تسجلي وكراسي وضحك وتزمه شبه قرأ مين جوت المصاري؟ براكي مبارح كان أندبوري ولكن أندبوري ما معمت ليكي بيته صلح فيي أرضو وحالته بالويل عقول مين جوت المصاري عبد بعزق فيي؟ مين؟ الله يا سيدي شغلة غريبة وش عارف رحت لك من جوات قلبي يا أبو ميادة وإن شاء الله ألف ألف مبروك أنت بتستاهل وقلبك أبيض الله يبارك فيك يا أبو فياض قسماً بالله تراب الأرض صار مثل الحنة بعد ما استصلحناها إيه الله يبعث النولادين الحلال إحنا الثانيين ينشنا من الهم اللي إحنا فيه ربك كريم يا أبو متعيد ربك كريم أتقطعش أملك من رحمة ربك أنت وأراضيك نخص بك بس نقسكن شوية مطر بالمناسبة بكرة أنتوا معزومين عندي على الغذة بمناسبة تجديد البيت واستصلاح الأرض قد هوا قدود يا أبو ميادة إن شاء الله تظل ديارك عامرة إن شاء الله هيعزك ويخليك يا معذة هات تقم شايف هنا موسيقى موسيقى بينا مي نهلة الظهلة بالمهل هذه المرة بالمهلة 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 بإسهدت طول غدا يا أبو ميادة جاءنا يا أخي يلا يلا جايي جايي خسجوع يا شباب يا الله فضلاء صحة وهنا شو هاد منصف؟ ولكن ليش هيك عمل يا أبو ميادة شو عملت يا عادة؟ يعني لو عرفانين عازمنا على منصف كنا جوعنا حالنا يوم ثلاثة طابشها كثير يا أبو ميادة ما كانش في ضرورة نحن ملناش غربة كثير مثقلها يا أبو ميادة كثير لك بدوا إيديكم هلاق وكلوا هوا العم على القصة بسم الله بسم الله بسم الله يا أم ميادة هاته ماي يلله يلل Harlem الخير يا ميادة شباب صاحب dance أحاسس شي مثل سيخنار في صدري أم ميادة ميادة، ميادة ميادة خير، خير يا إبراهيم، سلامة قلبك أول، أخذوا، سطحوا على الدوان قلتي لك يا أبو سلي مطلع الدكتش، ما تخليه شي دخيله حاضر، حاضر، دعا معي يا أبو فرحان يقر، شو هل حكي؟ قلتلي عام العزيم عنده بالبيت لك ها هي والله يا سيدي، هي قللي اللحام بو مسعود وإن شاء الله عمك بو مسعود ما عزوم عنده كمان؟ لا يا سيدي، مش معزوم بو مسعود، بس بو ميادة اشترى خروف المنسف من عند اللحام بو مسعود خروف ومنسف لكين؟ أيو الله يا سيدي بدي أعرف، هالرجال منهم بجيب مصارب بعزقة منين؟ منهم بجيب ما عرفش عليك العافي يا أبو ميادة الله يعافك يا دكتور ما على قلبك شار يا بو ميادة الله يسلم عليك العافي تتشلم يا سيدي اتطمنوا، اتطمنوا، إن شاء الله خير يعني بيان شو فيه معه ولا بعض؟ الحقيقة قلبه تعبان شوي وبده مدارة يا دلي، يعني بده عملية؟ لا، يعني للمية لحالاته ما بتنفعه العملية إن شاء الله إن شاء الله على الحبوب والأدوية بيمشي الحال دكتور، أنا بوكل الدشم كثير وبحب الهبر إلو هاشي علاقة بوضعية ترى لا لا، وليهمك أبو ميادة، ما له علاقة يعني لازم يرجع على المشفى دكتور؟ إن إحنا عملنا الفحوصات والتحاليل بالصور اللازمة، وما في داعي يرجع على المشفى يلا، معا أذنكم كثر خيرك، يعطيك العرف يا دكتور صحة وهنا إن شاء الله مع قلبك يا أم ميادة بتريد شي ثاني؟ أم ميادة، بدي منك تبعثي ورا خي خليل بدي شوفه ضروري حاضر بي، إسا إسا بروح لعنده خير، شو بدك منه؟ بدي أحكي معه كم كلمة قبل ما أودعها الدنيا يا أم ميادة هي، سلامة قلبك يا بي، شو هالحكي يعني؟ الله يطولنا بعمرك وخلينا إياك فقراصنا واك يا بنتي شو تعويل وشو يقصر؟ خلاص يا ميادة، الرحلة انتهت دوري بها الحياة انتا يا بنتي وما في حدا فينا مخلط بها الدنيا شو يعني؟ بدي عيش للأبد؟ للأبد ولك بنتي؟ لا يدوم إلا وجهه الحي ورقي إسا قيمنا من هالحكي وقللي شو أعمل لك اليوم؟ شو ربة رز مع البقدونس؟ ولا لحمة مدللة؟ آووو... حالعافيا المتهم، حلاء… حلاء فياب، أشلونك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سوى ها وين مشوارك؟ والله لا يحذر ابو ميادة قل لي شو اخباره ان شاء الله حالته تحسني لا والله يا ابو متعب وبيني وبيني المرض مكان عليه وحالته بتسرش والله يعافيه ويش فيه يلا يلا نروح معك لا حول ولا قوة هلا بالله اهلا وزالة عمي تفضل تفضل بريد فضلك يا عمي فلعم في قلبك يا ابراهيم ما على قلبك شر يا خيه الله يعافيك الله يعافيه قلبك يا خليل الحقيقة انا زعلان خيه زعلان كثير معقول تكون مرضان وانادرة من العالم مياذة تركينا شوي حبيبتان حاضر بي اسمع يا خليل ايامي صارت معدودي وقلب المؤمن دليله وباعتبارك خيه بريد منك تلبي لي هالطلب ولو يا خيه ابراهيم تكرم عيونك انت خيه الكبير وطلباتك اوامر تكرم من عيني هاي قبل هاي وبترجاك تخلي هالكلام تسر بيناتنا يا خليل ايه تكرم عيونك خيه سر كبير ان شاء الله انا كان عندي صيغة ومجاورة وشوي الذهب منوقت ما تجوزت وهظول غاليين علي كثير يا خليل وكنت مخبيهين وما حلا بهالدنيا بيعرف قصتين مفهوم مفهوم وقديش أعلم تطلع قيمتهن؟ تسعمائة ألف ليرة ولما ذاقت علي الدنيا وتسكرت البوابي والشي حطيتهن بصندوق ورحت لعند مختار عن كبوتة السلطان وودعتهم عنده وعطاني أربعمائة ألف ليرة دين شخصي الزلم يا الله يبارك فيه بيحبني وإيده للخير وظل الصندوق حندوران لحين سداد هالمبنغ قلت له يا مختار إذا صار ما صار راح بعطلك المصاري مع أخي خليل وقعطي الصندوق بمجرد ما يعطيك المصاري تفضل وينفتاح الصندوق ترجاك يا خليل بترجاك تدفع له الأربعمائة ألف وأني مسامحك بقية المبلغ تبع الصيغة وبيحقلك تتصرف في حلاه الزلال لقاء هالخدمي عادي تكرم عيونك خيب وميادة تكرم عيونك خلص طلبك مجاب إن شاء الله كثر خيرك يا خليل وهلأ بقدير بقدير موت وأني مرتب ترجم العموة وهادي دوشيش يا أهل الديري يا أهل الفيعة رحموا على المرحوم إبراهيم سندين أبو ميادة يا أهل الديري يا أهل الفيعة اترحموا على المرحوم رهين ثلاثين أبو ميادة يستفن بالشفان الغربية يا أهل الديري يا أهل الفيعة اترحموا على المرحوم رهين ثلاثين أبو ميادة سنفو يا أخوان يستفن بالشفان الغربية يا أهل الديري يا أهل الفيعة راحتنا أن يكون جرهين جانبين أبو بيادة مصر خير عمي؟ مصر نور؟ المختار موجود؟ موجود فضل كفر خيرك آمين يا أرحمة الراحة رحمة الله عليه و جعل مأوال جنة ديش يا مختار والله يرحم أمواتك وأمواتنا و كثر الله خيرك اللي دينت خيب رهيم و فكيت كربته قداش كانوا دينات يا مختار؟ أربعمائة ألف ليرة على راسي يا مختار وهي الأربعمائة ألف ليرة و عندهم بسم الله و في أرب و هلق يا مختار يعني لو بنكلف خاطرك الصندوق حسب وسيط المرحوم ايه تكرم على عيني و رأسي الحق ما فيهوش مني هيك كان الاتفاع تسلم يا مختار تسلم يا مختار وهي الورقة سوف نضيفها قدامه واعترف لك فيها بأنه أرض أخوك بريئة الزم نهائيا أنه أرض يا مختار الأرض طبع المرحوم خيك شبهة ولو كانت مرهونة عندي الأرض مرهونة طبعا على الأساس دينته أربعمائة ألف ليرة لكان الأرض هي الضمانة يعني المرحوم راح نأرضه مقابل هالأربعمائة ألف ليرة؟ شو فكر لكان وانت إسا فكيت رهنها وهي توقيع بفك الرهن بكرة راح أبعت هالورقة لأعيانه حتى يفرحوا قل لي يا مختار تعرف شو في بي هالصندوق؟ لا والله علمي علمك هذا أماني عندي هو قل لي إذا إجا خي خلي أعطيه موسنات حديث؟ يا أخي العزيز غليل سددت لي دايني وفكيت لي رهن الأرض جزاك الله كل خير يا خيي وبهالصورة يمكن استرجعت منك حق الأرض الأولانية يلي خلف ليها الواليد ويلي جنابك لطشت مني زوراً وبعدينان إيه؟ الله يسامحك ويسمحني بس هلاك رح تطمن روحي بأنه مرأتي وبنتي رح يعيشوا مستورين من خير هالأرض بإذن الله أخوك المرحوم إبراهيم زين الدين أبو ميهدا فيشي خليل بايك موسيقى 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 اشتركوا في القناة